المنتدى الاقتصادي السوري في بعض الاحيان ان الشباب هو مشكلة المجتمع ولكن في الوضع السوري الشباب هو الذي تعلقت عليه الامال والاحلام للنهوض بمجتمع تم تدميره من نظام شمولي حكم لعدة عقود لكن تمكين الشباب يحتاج بالتأكيد لمساعدة من الجهات القادرة على تدريبه وتأهيله ليكون العضو الاكثر انتاج في المجتمع السوري ريادة اعمال الشباب دون ان نمتلك فهما ثقافيا عميقا لمشاركة الشباب في كافة حقول الشأن العام وهذا امر يتطلب من كافة المؤسسات التي تعمل اليوم ان تنمي روح المشاركة والتفاعل مع الشباب انطلاقا من مبدأ العمل مع الشباب وليس العمل على الشباب لان العمل مع الشباب يتضمن الفاعلية التشاركية التبادل عملونا دورات بالتربية المدنية حقيقة كانت الدورات كتير مهمة واستفدنا كتير منها شغلات منيحة وقدمنا مشاريع مهمة وحاولوا يساعدونا فيها قدر الامكان في مؤتمر ليس الاول من نوعه في مدينة غازي عنتاب التركية دعا المنتدى الاقتصادي السوري العديد من النشطاء والاقتصاديين لمناقشة وضع الشباب من عدة نواحن يهدف من خلالها تدريب ثلاثين طالب وطالبة وتزويدهم بالمهارات الفكرية والريادية بالاضافة الى مساعدة الشباب وبالتعاون مع المجلس المحلي على حل المشاكل الموجودة في مجتمعهم من خلال ابتكار الحلول المناسبة عبر توفير سبل دعم لازمة لمشاريهم كما يقوم بتأهيل الشبان ذوي الخبرة والذين تتوفر فيهم بوادر القيادة والابداع نحاول نعلم الشباب كيف يبدأوا بعملهم الخاص كيف يقوموا بتجارتهم الخاصة التفكير الايجابي القيادة الريادة هذا جزء من عملنا اما بالنسبة للشق الثاني نحن كمنتدى الهدف المنتدى أن يكون هو القاطرة للنظام الاقتصادي السوري القيادة هي يجب أن توجه الشباب ربما تقع المسئولية الكبرى على دور رجال الأعمال في تفعيل وجود الشباب السوري ودمجه بالمؤسسات العديدة التي يتم افتتاحها في بلاد اللجوء وفي سوريا ما زالت معاناة الشباب السوري مستمرة في عدم توفر فرص العمل سواء كان في سوريا أو في بلاد الاغتراب على أمل أن تزول تلك العقبة عبر محاولات المنتدى الاقتصادي السوري وغيره ممن يحاولون ويسعون إلى حلها تاليا قدسي لأوريانت نيوز غازي عينتاب تركيا شكرا